وفي إطار الزيارة قام الفريق أول جاكوب ماكوندا رئيس قوة الدفاع الشعبية بجمهورية تنزانيا المتحدة والوفد العسكري المرافق له بزيارة مركز الأمن البحري وكان في استقبال الضيف التنزاني لدى وصوله مقر المركز اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية والعميد الركن بحري عادل بن حمود البوسعيدي رئيس مركز الأمن البحرية